أنا أسرع من أجل أن أصل إلى سؤال أختنا الصادقة جزاها الله خيرا التي تسأل عن حكم القراءة بالمقامات وظهور كلمات لي وظهور ولدي على قناة الفجر أنا أولا أحيي قناة الفجر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدها توفيقا وأن يزيدها سدادا وأن يزيدها رشادا وأن يزيدها خدمة لكتاب الله تبارك وتعالى وأن يزيدها توفيقا في إخراج المواهب من أصحاب الأصوات الجميلة في الأمة لهذه المسابقات التي تبدعها قناة الفجر وأنا أحييها على هذا لكن قلت فعلا ونصحت لأخي الحبيب الشيخ وجدي الغزاوي أن يجعل لجزء المقامات التي أفرط فيها في الآونة الأخيرة ولم تكن بهذه الصورة في أول الأمر في مسابقة المذمار الذهب أو غيرها لم تكن بهذا الوضوح ولا بهذه القوة ثم بعد ذلك يعني البحث وإطالة النفس في البحث عن أدلة لتأكيد يعني القراءة بالمقامات الموسيقية والغنائية فأنا نصحت لأخي الحبيب فعلا شيخ وجدي جزاه الله خيرا بأن يجعل لجزء المقامات في المسابقات بدلا من ذلك يقول جمال الصوت مئة درجة خلاص يكتفي والصوت الجميل ده نعمة رزق من الله وأنا أذكر في كلمتي حين تكلمت تكلمت عن جمال الصوت وتكلمت عن تزيين الصوت بالقرآن وهذا لا حرج فيه وتجميل الصوت بالقرآن وهذا لا حرج فيه والأدلة على ذلك كثيرة ما أذن الله لشيء مثل ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن وقال لأبي موسى الأشعر لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود إلى غير ذلك من الأدلة في تزيين الصوت وتجميله ولا شك ولا ريب وأنا أعلن ذلك لله أن الصوت الجميل يزيد القرآن جمالا وأن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا لكن أرجو أن يكون ذلك لجمال الصوت فقط لا لقراءة القرآن بالمقامات لا لقراءة القرآن بالمقامات ومن باب الأمانة العلمية قد بحثت المسألة بنفسي أنا وأنا لا أحب فعلا يعني أن أسمع من هنا أو هناك أحب أن أبحث المسائل بنفسي للوقوف على الحق وبالفعل وجدت كلاما عجيبا لآئمتنا لشيخ الإسلام لتيمية ولبن القيم وللإمام النووي وللحافظ بن رجب وللحافظ بن حجر ولغيرهم من السادة الكبار وأجمع هؤلاء على أن قراءة القرآن بالمقامات الموسيقية ومقامات أهل الغناء دائرة بين التحريم والكراهة دائرة بين التحريم والكراهة فلا نبغي أن نقرأ القرآن بمقامات أهل الغناء فلنزين القرآن بأصواتنا فلنجمل القرآن بأصواتنا لكن لا نفرط لا نفرط بهذه الصورة في قراءة القرآن بهذه المقامات وإن شاء الله ظني بأخي الحبيب الشيخ وجدي أنه رجع إلى الحق وحتى لو كان الأمر عنده يعني فيه أقوال حتى لو كان عنده فيه أقوال وعنده يعني بعض الأراء فأنا أرجو حرصا على قناة القرآن وعلى هيبتها وجلالها ومكانتها أن يبتعد عن هذا الأمر بالكلية وأن يجعل مئة درجة من المئتين في المسابقات أو بحسب ما يرى هو وإخوانه لجمال الصوت وفقط وأن يترك هذا الإفراط بهذا الشكل الذي اتسع جدا في الآونة الأخيرة في المسابقات ولذلك كلمتي أود أن أقولها أيضا لله كلمتي كانت واضحة جدا في حكم تزيين الصوت بالقرآن وتجميل الصوت بالقرآن لكن لا يمكن البتة أن أجيز أن يقرأ القرآن على مقامات أهل الغناء ما قلت هذا ولن أقول هذا ما حييت وإنما أفرق بين هذا وبين تجميل الصوت وتزيينه وتحسينه بالقرآن وأنصح لولدي أحمد ولغيره من أولادنا جميعا أن يحرصوا على ذلك وأن يتركوا هذا الأمر وأن يبتعدوا عن الشبهة فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التقى والعفافة والغنى وأن يجنبنا الزيغة والزلل وأن يزيد قناة الفجر توفيقا ورشادا وإسعادا لملايين المسلمين ممن يتابعون أصحاب الأصوات الجميلة على شاشتها الكريمة التي أرجو الله أن تظل وقورة بالقرآن وبعلوم القرآن وأن تظل مقدرة ومجلة لعلماء القرآن وعلى رأسهم أستاذنا وشيخنا العلامة وأنا أعي كل لفظة أستاذنا وشيخنا العلامة المبارك الرباني الرباني الدكتور أحمد المعصراوي أقولها لله هذا الرجل الرباني ولم بغي على الإطلاق أن ننال من الشيخ لا هنا ولا هناك ولا هنالك فالرجل له قدره وله مكانته وله علمه وله عطاؤه وأنا شخصيا تعلمت منه أنا شخصيا تعلمت منه وهو الذي راجع لي أنا شخصيا قراءتي للمصحف الشريف فلن بغي أبدا أن ننال من الشيخ وأسأل الله عز وجل أن يجزيه عنه وعن القرآن وعن علوم القرآن وطلبة القرآن خير الجزاء وأسأل الله أن يبارك في عمره وأن يحسن عمله وأن ينفع المسلمين به وأن يمتع المسلمين ببقائه إنه ولي ذلك والقادر عليه وأسأل الله عز وجل لأحبابنا في قناة الفجر مزيد من التوفيق ووالله الذي لا إله غيره إني أحبكم في الله ووالله الذي لا إله غيره ما أردت لكم إلا النصحة بحب وأدب وأسأل الله أن أكون موفقا في ذلك وأرجو أن لا أكون قد تجاوزت مقام الأدب إن ربي على كل شيء قدير ترجمة نانسي قنقر